اشتركوا في القناة طالعين بفكرة بتجنن هي بتفيد لبنان المقيم ولبنان المغترب وكل طالب علب وثقافي فيما يخص اللغة العربية وعملينهم هايدي هالخلطة مع التراس من وين بتحبيت بالشي تفضلي اول شي مارسي لانه فتحتولنا الهواء اليوم لنحكي عن هالبروغرام يلي هو كتير مهم البرنامج يلي بالنسبة لقلنا بالانديو يلي هو لأول مرة نحن قررنا انه نعلم لغة العربية من خلال التراس والتراس من خلال اللغة العربية نعم وقتها منقول تراس اكيد تراس لبنان وقتها منقول اللغة العربية منكون عم نحكي بشغلتين يلي هي اللغة الشفاهية يعني اللي منسميها اللبناني واللغة الفصحة يلي نحن منسميها يلي هي modern standard Arabic اللغة الفصحة يلي منستعملها لنقرأ ونكتب وكل هيدا بقى هيدا اول مرة نحن كان عنا برنامج قديمان كان عنا برنامج قديمان لا تعليم اللغة العربية هلأ شاركنا هالبروغرام علنا له lifting وشاركناه مع التراس اللبناني لانه كتير مهم انه نضوي على تراس لبنان أدي كل الموضوع دكتور أخذ منكم من وقتكم تحذير وتخطيط وتكتيك نحن دايما منشوف دايما أنا بقول منشوف الصورة النهائية للموضوع ما منشوف الناس قدي يشتغلوا فيه لقدروا وصلوه أدي أخذ معكم وقت لا تحقيق هيدا الفكرة بالطريقة يلي انتو بتكونيها سراحة أخذ شغل بس وقتا بيكون عندك vision وقتا بيكون عندك رؤية وقتا بيكون عندك هدف بديك توصلي له بتقدري آخر شي تحطي شي على الورقة وقالها مش بيقدر يتنفذ سو نحن كانت كتير مهمة لأنه أنه نقدر نحط هالبروغرام بالشكل يلي هو موجود فيه هلأ ونعرف بالتحديد لمين بدنا نوجهه وكيف بدنا نعمله هلأ الميزة الأساسية لها البروغرام هي الفلكسبلتي طبعوله لأنه نحن بالنهاية هذا البروغرام هذا البرنامج لحيكون موجه للانتشار اللبناني والمقيمين باللبنان يلي بدون كمان يقووا حالهم بالعربي وبدون يعرفوا أكتر عن تراث لبنان بس وقتا بنحكي عن الانتشار اللبناني في عنا كتير أنكوني في عنا كتير إشي ما بنعرفها من أي بلد جيين شو اللفل يلي بيعرفوه بالعربي شو بدون يتعلموا دونك أهم شغلة هالفلكسبلتي اللي هي بقلبه للبروغرام يلي نحن بس نقلع فيه رح يكون عنا فكرة مضبوطة عن كيف بدنا نتوجه بس هيدا إذا بدك هيدا كنت أصعب شغلة بتحضير لها البروغرام شو الصعوبات يلي أكتر شي كنتوا إختينا بعين الاعتبار لأنه عم تعملوا إذا فينا نقول فكرة جديدة نسبيا ورح تستقطب مش بس البلبنان رح تستقطب كمان من الخارج يلي بهمون هيدا الموضوع شو الصعوبات الأساسية يلي كنتوا دارسينا أو يلي كنتوا حطينا قديمكن بتحقيق هيدا المشروع بتعرفي فيه بالتعليم فيه صعوبات بتكون كيف على الأرض الواحد بده ينفذ لوجستية كيف واحد بده ينفذ هالفكرة نحنا جينا قلنا أعطيك مثل بما أنه نحنا هيدا البرنامج رح نعمله ريموتلي يعني أونلاين عن بعد ورح نعمله كمان يعني حضوريا بالصيفية موضوع العنبعد الأونلاين بخليك تسأل كتير أسئلة نحنا أيا ساعة بدنا نعمل السيشنز نحنا المنتشرين يلي بدون يسجلوا معنا بأي بقعة من الأرض لحيكونوا شو التايمزون طبعا هيدول الأشياء لوجستية بس هيدول الأشياء كتير بيقرروا بيحطوا ويت على الأرار يلي بديك تخديه أخر شي من هيك مثلا رح أعطيك مثلا نحنا أررنا نعمله بنسميه يعني كور أونلاين بيكون الأستاذ موجود بس هيدا الكور لحيكونوا مسجل سوفي عنده تلميز عم يحضروا واللي ما عم يقدر يحضر بيرجع بيحضر الريكوردينج طبعا بعدين لحتى نقدر نجرب قد ما فينا نكون موجودين بالوقت يلي بناسب كتير عالم برا سوفي عندك مشاكل من هيدا النوع وأكيدة في عندك تحديات يلي هي خاصة بالمستوى هوني عم نحكي باللغة من هيك نحنا بقلب الريجستريشن فورم التسجيل وقتا بيسجلوا بيجاوبوا على كم سؤال لحتى نحنا نقدر نحدد المستوى يلي عم نتعامل معه لحتى بالنهاية نقدر نفيد كل هالناس هاللي جايين لحتى يتسجلوا بهالصفوف ويلي هنه بيقدروا يكونوا من كل الأطياف من كل الأعمار ويلي نحنا حسب شو رح يكون في عندنا تسجيل رح نزبط الكونتنت أو هاشيه هاللي عم نعطيه بقلب الصف بالتنين بالهيريتج يعني بالتراث اللبناني وباللغة العربية مشاكل هيك برجع لسؤالي ليه اللغة العربية والتراث كيفينا نعطي لغة عربية بدون تراث أو كيفينا نعطي تراث بدون ما هيكي النيشن على اللغة العربية ليه هالعنوان جمعته فيه اتنين اللغة العربية والتراث بتعرفي لأنه اتنينتون مهمين ولأنه اللغة هي بحد زيتا هي تراث وهي هوية بمحل معين الفصل بين كل شي منه منيح ونحنا بنعرفها بالعالم الأكاديمي بنعرف أنه كل شي جديد هلأ عم بيصير من أبحاث هي هي بتفوت بعدة اختصاصات اللي هي بتشوف الإشياء من مش من منظر واحد دونك أهمية التراث أنه معلق باللغة وأهمية اللغة أنه معلقة بالتراث ونحنا من هيك قررنا نحطهم مع بعضهم لحتى لحتى إذا بديك هيدا الشيء يخلينا عن جد ما ننسى هويتنا عن جد ما ننسى نحنا مين ما ننسى نحنا من وين جينا وفي شغلة أبونا بشارة خوري البيزيدن تبع الانديو عطول بقبلة أنه إذا نحنا المستقبل تبعنا مش عارفين لوين رايحين ما فينا ننسى نحنا من وين جيين عطول نتذكر نحنا من وين جيين كتير مهمة نظلنا نتذكر نحنا من وين جيين ونحنا وقتها منقول تراث يعني التراث شيء كتير تراث هو موسيقى التراث هو أكل التراث هو أرشيتكتور التراث هو فن التراث هو أدب التراث هو طبيعة هو البحر والجبل والنبات يلي بيطلع والشجرة هذا كله تراث كتير مهم أنه ما ننسى هذا التراث دكتور اللغة العربية عندك تار مشكلة يعني بس تقلينه اللغة العربية بين أزو أنه فرنسا إنجليز كتير هيني بس عربية يلطيف وأنه بيكونوا عرب وبيكونوا منصل بالمجتمع كمان شو عملتوا بأي طريقة أنتوا وصلتوا الميساج مثل ما بيقولوا بأقل خسائر ممكنة أنه فيكن تفوتوا تعملوا لغة عربية فيكن تفوتوا تعملوا تراث فيكن تعملوا تراث ولغة عربية بطريقة سلسة بتفوت ضغري على العقل على القلب وبتنسجموا فيها لأنه نحن بنعرف إذا كبرنا الموضوع بيكبر كتير وإذا زغرنا الموضوع بيزغر صح أي أسلوب أي طريقة استعملتوا لإيصال الرسالة بأقل خسائر ممكنة لك رح أقلك شغلة وبما أنه أنا كمان باللغات يعني بعرف مزبوط مشكلة العربة اللي عم تحكي فيها لأنه بشوف كتير تلميذ كيف عم يجوا وفي عنا أشكالية بتعليم اللغة العربية حتى بالمدارس أول شغلة إيجابية بهذا البروغرام أنه ما حدا مجبور يدرس عربي هي المشكلة وقته بيكون حدا مجبور بحس حاله مجبور ومش قادر يتأقلم وقواعد وإشياء تقيلة وكل هيدا نحنا الأبروتش اللي نحنا رح نتبعه بهذا البروغرام يلي هي communication تواصل نحنا ليه عم نتعلم عربي حتى المودرن ستاندرد حتى اللغة الفصحة نحنا ما عم نتعلم عربي تنروح نعمل قواعد نحنا عم نتعلم عربي تنقدر نحكي مع بعضنا تنقدر نحكي مع بعضنا بالكونتكست يلي نحنا فيه بالجو يلي نحنا فيه بلبنان نتواصل 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 مع بعضنا أكيد ونحنا وقتا ما نكون برات لبنان كانتشار نحنا بنعرف قدي اللبنانية عندهم مجموعاتهم بكل دول الانتشار قدي حلو نقدر نتواصل بلغتنا اللبنانية نحنا المشن طبعوتنا الابجيكتف طبعوتنا الهدف طبعوتنا هو أنه نتواصل بهاللغة مش أنه نجي نتعلمها ونحط تعرف مشكلة الطلاب وانا بشوفها أنه بيتعلموا عربي بقولوا لك لا شو بنا نتعلم عربي منه مش رح نستعملها بعده مزوحية ده المنسمعه صح؟ ما عملك؟ من الكلم نحنا لأ نحنا عم نقلهم اللغة اللي عم تتعلموها رح تستعملوها من هيك الـ content طبع هالكورسات اللي رح ينعطها رح يكون كله بيتبع مبدأ التواصل أنا عم بتعلم لغة تأتواصل ما عم بتعلم لغة لحتى عرف حتى لو كانت هاللغة modern standard يعني فصحة بدي استفيد منها بمحل معين سو يلي جاي يسجل عارف عم بيسجل حتى يتعلم شي هو بالضيئة قدي من خلال هيدا العمل ككل داكتر كنتو حاطين كمان من الاهديف يلي حضرتكن عم تدرسوها عم تشتغلوها مد جسور التواصل بين لبنين المقيم ولبنين المغتريب وقدي مهمة هيدا النقطة لأن احنا يعني عم نرجع نعمل تواصل من حيث أوقات لا تواصل موجود مزبوط فقدي انتو هيدا الهدف كمان حتى يتوى ضمن الاهديف المنشودة لكن لبنان المنتشر نحنا بنعرف قدي مهم بس لبنان المنتشر مش بس مهم للسياحة لبنان المنتشر مهم للثقافة ونحنا إذا منفكر أنه ثقافتنا بلبنان أو تراثنا كلبنان بيتوقف بلبنان هيدا مشكلة نحنا مجبورين لحتى نحافظ على تراثنا اللبناني بلبنان نحافظ عليه بالانتشار إذا بدك هيدا هيدا شرط بيجي من الميلتين هيدا شي بيجي من الميلتين إذا الانتشار اللبناني خسر تراثه كنا هلأ عم نحكي نحنا من وين جايين إذا خسر الايدانتيتي طبعه الهوية طبعه لبنان بيخسر وإذا لبنان خسر لبنان المقيم خسر الانتشار بيخسر ما طلع كلنا خسرانين بكل الجهات سو نحنا إذا بدك نحنا كمان نحنا مؤسسة أكاديمية نحنا بهمنا أنه على الصعيد الانتلكتشول على صعيد التفكير يكون فيه كمان هالأخذ والعطى وهالتواصل نحنا مش بس بدنا الانتشار لا يجوا ويروحوا على البحر كتير منيح يجوا يعملوا سياحة ويعملوا سياحة كتير مهمة بس كمان كتير مهمة أنه نخلي هالمستوى الفكري يتطور بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر دكتور ماي قديم حملين وعاطين أهمية لهيدا المشروع أنا بدي أسميه مشروع لأنه مشروع قائم بذاته وقدي هيك حاطين تطلعات لقديم نسبة الأقبال قدي رح تكون لكن نحنا عاطينه كتير أهمية وعم نشتغل عليه بكتير جدية وبدنا ينجح ما عملنا لحتى نحطه نحطه منظر بدنا ينجح ورح ينجح هلأ الأقبال اللي قاله كيف بده تصير مثل ما قلتلك بالأول عم نشوف قديش رح يكون في انترست بهالموضوع قديش رح يكون في الناس اللي رح تتسجل الأعمار اللي رح تتسجل منك قلتلك أول شي نحنا عنا فلكسيبليتة كتير كبيرة بهالبروغرام لحتى نقدر كل من يليك كل من جاية رح يبعت إيميل يسأل سؤال يمكن بدون ما يتسجل لأنه بعده بدنه عارف أو عم يجي يشوف معناته في عنده انترست بمحل معي أكيد أكيد بمحل معين رح أقلك شغلي نحنا ما عم نجي نعلم عربي للناس يلي بدن بعدين يدرسوا أدب عربي لا نحنا مش هيدا الهدف طبعا يعني إذا بديك نسمير بميزة نيفو لانجوستيك لا نحنا ما عنا هيدا الشيء لأنه هدفنا هو التواصل عرفت بس تواصل بشكل صحيح بشكل صحيح أكيد أكيد هلأ في مكان وهيدا حتى هون بلبنان يعني عم بحكي بلبنان المقيم بس نحنا هللي بدنا إيه أنه اللي بتسجلوا بهالصف العربي ينبسطوا فيه ورح ينبسطوا فيه ليه لأن رح يحكوا عن لبنان وعن تراث بلبنان مش رح يحكوا عن إشياء مخصن فيها وقت بتخلق عطول هالانترست بين المتعلم أو الطالب يلي جاي يتعلم شي والماد اللي عم تعطيها بطريقة تلقائية بيصير فيه إذا بدك بيصير فيه حماس لأنه الواحد يتعلم وبصير فيه بينجح بينجح صفك بينجح عم بحكيك كأستاذ صف بينجح أكيد وبس ينجح الصف يعني نجحت الأستاذ وبس ينجح الأستاذ يعني نجحت المؤسسة مية بالمية دكتور عقل شو بتحب تقولي لكل المتابعين يلي تابعونا من لبنان ومن الخارج عبر شاشة الأو تي في عن هيدا المشروع وكيف بتحب تحمسيون وتشجعيون تفضلي أنا بقول لكل هاللي عم يسمعونا بلبنان والمنتشرين قدين احنا متكلين عليهم لحتى نحافظ على هويتنا ونحافظ على نحنا مين بحب انه يفوتوا يشوفوا هالبروغرام من سايت الانديو في كتير تفاصيل بقلب البروغرام بقلهم انه اذا فيش تفصيل لقوا يمكن منوا مناسبون ما يوقفوا هون يبعطوا ايميل لانه عم يوصلنا ايميلات عم نجاوب عم نجاوب عم نجاوبوا كل الاميلات انديفجيلي كل واحد شو طلبوا عم نجاوبوا انديفجيلي بتمنى عليهم انه يشفوتوا يشوفوا عندهم سؤال يسألوا يساعدونا لحتى يكون هالبروغرام ناجح لانه نجاحه رح يكون شيء بفيدهم وبفيد لبنان المقيم دكتور مي عقل استاذي ومنصقة برامج الترجمة التحريرية والفورية في جامعة سيدة الويزي الانديو انا بدأشكر وجودك معنا تانكيو مرسي لألكم اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا بجامعة الانديو اللي دايما بتفجأنا بمشاريع الحلوة شكرا مرسي اهلا وسهلا اصدقائنا المشاهدين نحن هلأ مروح بريك صغير وبيجعلي بنضام لرفاتكون